الكلمة الحلوة من ابنك قد ايه بتحيي فيك الهمة وتخليك تشعر بان انت بطل البيت ده كله وبتجدد فيك حبك للحياة والبسمة كمان من زوجتك في رضاها عن كل اللي انت بتعمله ولا دعاها ليك ان ربنا سبحانه وتعالى يخليك ليهم ولا كلمتك الحلوة لزوجتك لما زوجتك تسمع الكلمة الحلوة فتحس ان هي يا طيرة وفي حد مقدر وحاسس باللي هي بتعمله والبسمة في وش حد انت تعرفه فتحسسه ان هو عنده حد يحس بيه ويسعده والدعوة اللي خارجه من القلب من حد بيحبك او حد يشافه مومك فدعلك حتى لو هو ما بيعرفكش فتستبشر وتبشر الناس اللي حواليك ان انت قابلت حد جميل فتبقى المودة بتسري في كل حياة الناس او حد خصص وقت من وقته عشان يقعد بس يسمعك بقلب حاضر وبعين مليانة حب وود ولطف ويفكر معاك في الحل ولا سلام لما المسألة تكتمل بقى وتبقى فيها كمان اشياء كده اجرائية زي مثلا الطبق الضوار الطبق الضوار ده الطبق اللي بيدور ما بين الجيران يروح مليان كنافة في رمضان ويرجع مليان وراء عنب او يفضل طول الوقت بيلف ما بين الناس ايوة المشهد ده وتمشهد رائع مشهد وود بيملأ لوبنا فرح وسعادة ولو زيارات الاهل بقى والحبايب دي اشكال كتيرة 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 من اشكال الود والتواد الود المتبادل اللي بيخلي الاولوب عمرانة